انعدمت الحركة السياسية على ضفة التأليف متأثرة بالانقسامات والخلافات على المقلب المسيحي المسيحي أولا ثم في الموقعين السني والدرزي فبات المخاض الحكومي أمام أزمة مفتوحة فيما بركان الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمعيشية يتراكم مهددا بثوران سيطيح الأخضر واليابس الغليان السياسي القواتي العوني على خلفية حرب وثيقة تفاهم معراب بقي إذن مستعرا وفي مؤشر إلى أن العلاقة بين الطرفين وصلت إلى نقطة لا عودة أعلن نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني انتهاء الهدنة الإعلامية مع التيار في وقت سرت معلومات عن احتمال دخول بكركي على الخط لرأب الصدع المسيحي عبر لقاء لممثلي الطرفين قد يرعاه البطرياركو الماروني بعد عودته من روما في الخلاصة لا حلول في الأفق للعقد المسيحية والدرزية والسنية والملف الحكومي موضوع في الثلاجة إلى الأسبوع المقبل موعد عودة الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وربما الوزير جبران بسيل من زيارات الاستجمام الخارجية على خط أزمة النزوح السوري وفي إطار العودة الطوعية عبرت دفعة ثانية مؤلفة من 377 نازحا من مخيمات عرسال إلى الأراضي السورية برعاية الأمن العام وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحضور مندوبها الزميل محمود شكر وكابل عودة